سيدي والدي الله يغفر له وليد 1900 تقريبا وتوفاها الله في عام 1969 بعد وفاة جدي الله يغفر له حديثه 1953 تولى قيادة فيما يسمى عشائر بن محمد اللي هم الخرشان والحمد والقضاء والشرعة والسليم والبديرين والسبيلة والوزان واللي أعذرني إذا نسيت بعض العشائر إلا أن توفاها الله من 1953 لعام 1969 وبعده استلم القيادة الله يغفر له عمي نايف حديثه إلا أن توفاها الله في عام 1994 ومن بعده عمي نواف الله يغفر له أيضا والآن الله يعطيه الصحة والعمر معالي أبو حديثة جمال إلى وقتنا هذا القضايا اللي اتدخل فيها والدي كثيرة حقيقة لكن أنا عندما توفى الله والدي كان عمري 11 سنة لكن أسمع الله يبارك فيك لكن القضية الشائكة قضية السرور والبنيان من أهل الجبل اللي قاعدوا 30 سنة حتى سيطروا عليها وحلوها وقضايا كثيرة حقيقة وقضية شائكة أيضا في المنتصف الستينات وقع خلاف ما بين قبيلة شمر وبني عطية وتعرف بني عطية جزء في الأردن وجزء في المملكة الشقيقة السعودية وإخواننا شمر أيضا موجود الشمري أخوه في الأردن وأخوه الثاني في منطقة حائل ولهم الاحترام والتقدير القبيلتين فتطالبوا حق عند الوالد فيما يتعلق بفتاه الكل يدعي أنه هذه بنت أهم فوافقت الحكومة السعودية والأردنية أنه يقدون حق عند الشيخ علي حديث الأخريشة بفصل البنت لمين تتبع ففصل حقيقة وكان معه خيرة من رجلات بني صخر وتشاوروا أثناء الحق وفصل وطلعت البنت لهلة بن عطية وهذه الطفلة ضاعت بظروف كانت قاسية كأنه عج والطقس وفقدتها أمها وهي أربع سنين وها ثبت النسب لمين وأيامها ما في دي ان اي ولا تحليل ولا هاتي ولا وديه إلا أنه سأل الأم عدة أسئلة بوجود أهل البيت وقالت أنا في إشارات ببنتي واحد اثنين ثلاثة وشوفنا الحريم عليها وثبتها وقال هذه البنت البنية عطية هذه قضية أيضا مشهورة ترجمة نانسي قنقر